مرحبا عزائي ومتابعي قناة بلين بيعين عربية اليوم ساعة 12 ونص نزل عندنا تحديث لتطبيق سناب شات التحديث برقم 11-69-038 التحديث كاتبين بي مو إصلاح الأخطاء وتحسين المظهر كاتبين تحديث تحسين اللغة وتحسين مكالمات الفيديو طبعا أنا لأنه عادت كثير متابعين أول من ينزل أنزلة فحبيت أنزلكم إياه هسا بس أتمنى قبل ما أبدي من كل شخص يدخل يدعمني باشتراك ولايك ويفعل الجرس حتى يوصل كل شيء جديد من عندي قبل ما أبدي أحب أقول بعض الكلام اللي دائما أنا أقوله السناب شات ما حد يعرف عنه كل شي عدنا بعض الملاحظات اللي أنا أخذتها ليش يحذف الحساب فأني راح أتركها بصندوق الوصف واحد من الفيديو لكن الحذف كان قبل عدنا حذف مؤقت وحذف دائمي الحذف المؤقت كان تقدر ترجع الحذف الدائمي بثلاث أشكال حذف على الهاتف وحذف على الحساب وحذف على الآيكلاود بالجديد بالجديد طبعا قبل كان حتى ممكن ثلاثتهم يعني ما تقدر بعد تشغل لا الحساب مالتك ولا كل شيء بالجديد صار عدنا شغلة جديدة إنه الحذف صار على الهاتف فقط يعني الحساب مالتك موجود راح تقدر تفتحه بغير هاتف بس على هذا الهاتف ما راح تقدر تشغل الاحساب مالتك تقدر تعمل حساب ثاني بس يعني الاحساب الأصلي اللي كنت أنت تشغله ما راح يشتغله هنا طبعا هذا شيء جدا زين الكثير متابعين اللي اضطروا يبيعون هواتفهم بسبب إنه السناب ما يشتغل وكل هاتف ينزل من قيمته بحدود الألف دولار يعني إذا بألف وثمانمية قصدي عفوا ينزل بحدود السبعمية ثمانمية فهذا الشيء الجديد إنه الحذف صار يدي كثير ناس بس مو للكل في ناس إلى الآن توصلني الاحساب انحذف مدى نعرف ليش ولا سناب يقول ليش بس بعض الأشياء كتبتها أنا سويت عليها فيديو موجود في صندوق الوصف في طريقتين دائما للاتصال مع سناب إذا صار عندك أي شيء إنه تتصل إما عن طريق تطبيق تويتر وأني أيضا راح أتركب صندوق الوصف أو عن طريق الإحساب الرسمي في عن طريق تويتر كان سريع جدا بس كل الناس راحت هناك فصار ما يجاوب يقول لك روح عن الطريق الرسمي مالتهم الأبل سناب سابورت لكن هذا ما يجاوبون أبد فدائما حاولوا تتواصلون عن طريق تويتر إلا إذا قلوا لكم روحوا سجلوا هناك بس شغلة كلش طويلة فهس الحمد لله بالجديد إنه سناب شات دائما تأكدوا صار تقدر تشغل على غير هاتف مو على الهاتف مالتك نصيحة قبل ما أروح أعلمكم التحديد إذا صار عندك حذف أهم شيء أهم شيء لا كل ساعة تحاول 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 تريد إلا تشغله إلا تشغله وهذا رح ينطيك حذر دائمي وحتى إذا صار عندك حذر على الهاتف رح تشغلت الحساب على غير هاتف تجرب مرة وحدة كل خمس ساعات أو كل ست ساعات أو كل يوم مو كل ساعة تحاول 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 إذا حاولت دائما رح ينطيك حذر أكرر رح ينطيك حذر فتحاول مرة وحدة وتحاول إذا منطاك المرة الثانية تعمل عن طريق نسيت كلمة المرور فهذا كل شي رح ينفعكم هذا الحبيت أقولكم إياه والخاطر كثير متابعين كتبولي إنه أول من ينزل سناب عسى ولعل تنفك مشكلتهم فرح أنزله هسا الطريقة الصحيحة للتحديث هي كالآتي أول شي رح أروح أتأكد أني نزل عندي التحديث أو لا طبعا هو نزل للأندرويد وأيضا نزل للآيفون فأروح أدخل على الأبل ستور أدخل على الأعلى أنزل الشاشة إلى الأسفل فرح تظهر التحديثات الواصلة ونزل عندي هنا سناب شات تحديث وبرقم 11 6903223 وهنا يقول حسنا حسنا الميزة واللغة وحسنا الفيديو الاتصال فإحنا اللي علينا قبل ما نحدث نروح على الإعدادات هذا شي كلش مهم للجديد ويانا يروح على الإعدادات ينزل على عام عفوا ينزل على عام تحديث البرنامج يتأكد هنا عنده آخر تحديث وده ننتظر تحديث الآيفون وننزل هنا على المساحة الآيفون هنا آني مساحة التخزين هنا عندي بحدود 8 جيجا بايت مساحة غير مستخدمة لازم تكون عندكم آني عندي بحدود 50 لأن هاتفي جديد بس هذا الجديد لازم أقل شي 20 جيجا بايت مساحة غير مستخدمة فالهاتف القديم أقل شي 7 أو 8 جيجا بايت مساحة غير مستخدمة بعد ما تأكدنا من المساحة الغير مستخدمة ننزل على سناب شات سناب شات ضروري يكون عندك هنا حجم التطبيق 211 هذا عام المستندات والبيانات أهم شي مع عابرة الواحد كيجا لو كانت عابرة فتعمل حذف التطبيق وترجع بس أنا دائما غير مسؤول أنه إذا حذفتها ممكن يرجع لأنه كثير ناس خطيئة يحذفوا ويرجع ما يرجع يعني يطلع بيانات غير مطابقة لأنه مرات بعض الاستعمال بعض التطبيقات ويا سناب هي اللي تخلي سناب يحذف حسابك مثلا في عندي شخص سعودي خطيئة استعمل تطبيق اللايت روم اللايت روم عدل على صورة ونشرها من اللايت روم إلى السناب فهذه شغلة بسيطة عادية لكن السناب ثاني يوم من الصباح حذف للحساب كامل فالشي الأهم لو ردي تعدل صورة تحذفها تخزنها عفوا على الاستوديو وترجع تحملها على السناب ما راح يبين انت حملتها من الاستوديو هذه نصيحة فهسا انا صار عندي الاعدادات كاملة ما عندي اي شيء اروح احدث هنا اعمل تحديث وان شاء الله راح ينزل التحديث بصورة صحيحة 100% وجربوا اي مشكلة اي غلط حساباتي بنهاية الفيديو انا حاضر اجاوب على اي شيء وابقوا اياكم بس اتمنى كل واحد يدخل يشترك بحسابي ويشاهد فيديوواتي واني باقي وياه والله يدخلون مرات ساعة وساعتين ومرات ثاني يوم وثالث يوم يسألوني واني حاضر بس انتهم ساعدوني واني اساعدكم شاهدوا فيديوواتي لان هذا مشاهد الفيديووات هي دعم لي وشكرا للجميع مع الف سنة فقط شغلة وحدة حبيت اضيفها انه تغيير اليوزر نيم حاليا ابد لحد يغيرها لانه المتابعين مالتك كلهم راح ينفقدون قسم منهم راح يبقى ولا حد راح يشاهد قصصك ولا اي شيء حاليا في مشاكل اصبروا فالتحديثين ثلاثة الى ان سناب يعدل عليه وتجي الميزات واضحة 100% فحاليا اتمنى من كل شخص مبدل اليوزر نيم ليبدل ابد نهائي نهائي لانه راح يخسر كثير ورح يبدل الحساب مالتك فهذا الحبيت اقولكم ايا وعذرا للتأخير مع الف سلامة